بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي القام بعمال وزير الاتصال وتقنية المعلومات الدكتور وعد باديب مع السفراء الدول الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون في القطاعات التنمية والاتصالات ووقف اللقاء الذي عقد عبر الاتصال المرئي أمام التحديات التي تواجه العمل الإنساني والتنموي في المناطق الخاضعة لسيطرة الماليشة الحوثية مع التركيز على أهمية ضمان سلامة وأمن العاملين في المنظمات الدولية وخلال اللقاء استعرض الوزير باديب نهج المسارات التنموية التي تتبنه الحكومة ويهدف إلى تحقيق الانتقال من الاعتماد إلى المساعدات الخارجية إلى الاكتفاء الذاتي